الحمد لك يا رب و شكر لك يا رب من الأدب يقول أنا وقف أمام الله سبحانه وتعالى قبل شوي شون أخطئ عبادة لها قدر إذا حافظ عليها رح يصل إلى درجات عليا فمن قال هذا الدعاء بعد الوضوء فتحت لكل أبواب الجنة مثل ما نقول هذا الإنسان حمامة مسجد فبهذه النوافل تجبر هذا النقص الحمد لك اليوم بإذن الله رح نتكلم عن عبادة عظيمة عبادة لها قدر عند الله سبحانه وتعالى هذه العبادة ثاني ركم في الإسلام هذه العبادة اللي الله سبحانه وتعالى يفرق فيها بين الكافر والمسلم هذه العبادة أول ما نسأل عنا في قبرنا عن هذه العبادة وهي الصلاة كل العبادات فرضت في الأرض على النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه العبادة وهي الصلاة هذه النعمة العظيمة فرضت في السماء عند الله سبحانه وتعالى لمكانتها وقدرها عند ربنا عز وجل فرضت هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خمسين فشفقه من النبي عليه الصلاة والسلام على أمته طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خمس فبكرم الله سبحانه وتعالى وهو أجود الأجودين جعلها خمس علينا في العدد وفي الأجر خمسين الله هو أكبر هذه العبادة اللي تهاون فيها كثير من الناس هذه العبادة اللي تكاسل عنها كثير من الناس هذه العبادة اللي كثير من الناس ما يدري شنو أجرها وشنو فضلها وشنو تسوي له إذا حافظ عليها رح يصل إلى درجات علية عند الله سبحانه وتعالى هذه العبادة العظيمة بإذن الله في هذه الحلقة رح نستشعرها ورح نعرفها حديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة لما نستشعر هذه العبادة بإذن الله رح نطبقها حق التطبيق مع بعض الله أكبر أترى كنتابك الهم وأشقتك الحياة أترى غران على قلبك آثار هواء أترى ألمك الذنب ولم تقوى آذى أترى ألمك الذنب ولم تقوى آذى أريح القلب ومن راحته إلا بالصلاة أريح القلب ومن راحته الصلاة هذا الركل العظيم هذا النعمة العظيمة اللي رب العالمين أعطاننا إياه تخيل بهذه الصلاة شكثر رب العالمين يكفر عننا ذنوبنا ويرفع من حسناتنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما يعني يا الغالي إذا صليت الفجر ونويت بإذن الله أنك تصلي الظهر إذا عملت أي خطأ وأي ذنب بين كل صلاة وصلاة رب العالمين يكفر لك ذنوبك واللي قال هذا الكلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى هذا الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني قبلت امرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام احمر وجه لقبح ما عمل هذا الرجل وأعرض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلت آية عظيمة عليه عليه الصلاة والسلام وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات الليل أيضاnaires الليل يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أحمر اشتركوا في القناة قبل أن تبدأ في الصلاة وأجر الصلاة والحسنات في الصلاة منذ البداية منذ النية والوضوء رب العالمين يعطيك من الخيرات الكثيرة ويكفر عنك ذنوبك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه تساقطت خطاياه من وجهه تخيل حتى آخر قطرة ماء تخيل وانت تغسل إيدك كل الماء اللي ينزل وقطرات الماء تتساقط الذنوب اللي عملتها بهذه الإيد وانت تغسل وجهك عينك اللي شافت الخطأ تتساقط كل هذه الذنوب شوفوا نعمة الصلاة والوضوء وانت تغسل إيدينك إلى الكوع تتساقط الخطايا رجلك رأسك إذنك حتى نهاية الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينقى من كل ذنوبه عليه الصلاة والسلام يقول والأعظم والأعظم إذا انتهيت من الوضوء كان يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فمن قال هذا الدعاء بعد الوضوء فتحت لكل أبواب الجنة فقيل له ادخل من أيها شئت ادخل من أي باب شئت تخيل هذه النعمة قبل أن تبدأ بالصلاة وشوفوا الأجر العظيم والخيرات والعطاء من رب العالمين فما بالكم إذا صليتوا هذه الصلاة رب العالمين يجعل لك نور تام رجل قلبه معلق في المساجد من الأدب يقول أنا واقف أمام الله سبحانه وتعالى قبل شوي شون أخطئ لكن يمكن الله سبحانه وتعالى ما تقبل منها إلا قليل من كرم الله سبحانه وتعالى ونعمة علينا وفضلة ومن نتة علينا أنك أنت في نعمة الصلاة العظيمة قبل لا توصل إلى المسجد وتؤدي هذه الفريضة وتأخذ الحسنات وانت رايح إلى الصلاة الله سبحانه وتعالى ما حرمت من الأجر وعطاك عطايا كثيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضع فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة كانت خطواته وحده ترفع حسنه والثانية تحط خطيئة الله أكبر أنت تتوضع تحسن الوضوء تطلع من بيتك مقاصد إلا الصلاة وانت رايح للمسجد تخطي خطوة لك فيها حسنة من الله سبحانه وتعالى تخطي خطوة ثانية رب العالمين يحط عنك خطيئة كل ما كان مكانك أبعد كانت الحسنات أكثر والله أنا أعرف شباب وأعرف ناس كبار في السن يتعمد أنه يمشي أكثر عشان يستشعر هذا الأجر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائلة بنه سلمة ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون قالوا يا رسول الله نريد أن نقرب بيتنا إلى المسجد يشتكون المنزل بعيد عن المسجد نريد أن نأتي إلى الصلاة مبكرا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم دياركم تكتب آثاركم خلكم في بكانكم رب العالمين راح يحسب لكم من الأجر الكثير وآثاركم كلها هذه في المسجي محسوبة عند الله سبحانه وتعالى حسنات ويحط عنكم سيئات وأكثر وأكثر من نعم الله علينا في هذه النعمة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حديث جميل نريد أن نستشعره يقول بشر المشيائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة الله أكبر بشرى لكم اللي طالع من بيته ورايح إلى صلاة الفجر يؤدي صلاة الفجر رب العالمين يجعل لك نور تام هذا النور من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الله أكبر حسنات وسيئات تروح ونور من الله سبحانه وتعالى لك وأكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شنو دعاءه وهو رايح المسجد كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا ثم يقول اللهم اجعل لي نورا عليه الصلاة والسلام وما ينتهي الفضل لما تمشي إلى المسجد ثم تدخل المسجد وأنت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة رب العالمين جعل لك ملائكة يستغفروا لك لين تخلص الصلاة وتطلع من المسجد تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم نرجو ثوابك إذا ما خابت جهودنا نقف ببابك ونترجك بسجودنا إحنا عبادك وأنت الله معبودنا وإحنا أصفو في الفجر ما نخلف عهودنا نحزن على اللي معانا ملتقى بك نحزن على اللي معانا ملتقى بك مهما جيت أوقات محسوبة على قوتنا نعرف بيوتك نفضلها على بيوتنا في غفله الناس وجرنا نصح ميفور والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصحنا يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة وقيل سبعة وعشرين درجة يعني رجل أنا أضرب لكم مثال يعني رجل عمره خمسين سنة والرجل الآخر أيضا عمره خمسين سنة هذا صلى خمسين سنة وهذا صلى خمسين سنة ولكن هذا صلى في بيته وهذا صلى في المسجد شون فرق الدرجات إيش كثر هذا أخذ حسنات اللي صلى في بيته وفي كل صلاة فرق صلاة الجماعة عن صلاة الفذ اللي صلى في بيته الفرق عنهم خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين درجة لو نتخيلها بصلاة وحدة صلاة وحدة هذا رجل صلى في بيته وهذا رجل صلى في المسجد هذا أخذ خمسة وعشرين درجة وهذا أخذ درجة وحدة حسنة وحدة لو تحطهم في الميزان ما تقدر توازن أبدا هذا ترجح كفتة اللي في المسجد والآخر بعيد عنه كل البعث والحسنات لذلك صلاة الجماعة عظيمة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله اتحفزنا أن نحن نحرص على صلاة الجماعة حتى ننال هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى من أثر نعمة الصلاة أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه خلونا نستشعر مع بعض هذا الكلام لو كل واحد فينا يصلي الصلاة ويستشعر أنه يقف أمام الرب عز وجل الخالق يكون بصلة بينه وبين الرب العظيم والله العبودية كلها في الصلاة العبودية كلها في الصلاة يقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقوفك في الصلاة عبودية لله سبحانه وتعالى قراءتك للقرآن عبودية لله سبحانه وتعالى ركوعك عبودية لله سبحانه وتعالى سجودك لاحظ في السجود تكون في أنزل مكان وانت على الأرض متذل لله سبحانه وتعالى في هذا المكان تكون أقرب شخص لله سبحانه وتعالى فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فلذلك الدعاء مستجاب في السجود شوفوا كرم الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة نعمة الصلاة وأثر الصلاة علينا أيضا ونعم الصلاة علينا أيضا إن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة ريحيني ريحيني يا صلاة يا صلاة أدمي والخطايا بعض ذاتي أدمي أدمي والخطايا بعض ذاتي ذنب ندري به ذنب ما دريتا ذنب ندري به ذنب ما دريتا ونجد جدي حداني عن مباتي الملائكة تنزل وترى من يصلي هذا الصلاة حتى لو كنتم تحافظ على الصلاة لكن يمكن الله سبحانه وتعالى ما تقبل منها إلا قليل سترون ربكم كالقمر ليلة الفتر قبل قليل تكلمنا عن فضل الصلاة بشكل عام بشكل كبير ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وكرمة ونعمة علينا إن أعطى لكل صلاة فضلها وهذا والله من النعم الله سبحانه وتعالى يقول عن فضل صلاة الفجر يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله أكبر من اللي رح يشهد صلاتكم ونتوا في المساجد الملائكة تنزل وترى من يصلي هذا الصلاة الله أكبر ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستشعر هذه الأحاديث الجميلة ونشعر بالنعمة يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله في ذمة الله أي في حفظ الله ملك الملوك يحفظك إذا صليت الصبح إلى أن تبلغ الصبح الآخر ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها تدرون شون ركعتا الفجر؟ ركعتا الفجر يعني سنة الفجر يعني الركعتين اللي قبل الصلاة المفروضة فما بالك بفرض الفجر شنو أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ أيضا أننا بنتكلم عن فضل صلاة الصبح والعصر مع بعض أحاديث أرجوكم ركزوا فيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين الصبح والعصر دخل الجنة ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يلجي النار أحد صلى قبل طلوع الشمس أي الفجر وقبل غروبها لن يلجي النار ما راح يدخل النار أبدا في يوم الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس مع صحابته فرأى القمر فقال لي صحابه إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البتر لا تضامون فيه أبدا ما راح تتزاحمون أبدا الله أبدا من ما فينا يبي يبلغ هذه النعمة العظيمة أعظم نعمة إن يرى الله سبحانه وتعالى أمانا اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال حديثه فيقول فإن استطعتم ألا تغلبوا أن تصلوا صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها فافعل وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحاديث بفضل هذه الصلاتين العصر والفجر تدخل الجنة وحجاب من النار وترى الرب عز وجل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل صلاة العشاء يقول من صلى العشاء عليه الصلاة والسلام في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله لما عرفنا عظم هذه العبادة وهذه النعمة لازم نعرف شون نشكر الله سبحانه وتعالى عليها شكر نعمة الصلاة وأعظم شكر أننا نحن نحافظ على النوافل كلها النوافل هي تجبر نقص الفروض من فينا ما قصر في صلاة في كل حياته كلنا قصرنا لكن هذه النوافل تجبر نقص هذه الفروض تخيل لما الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم القيامة يبي حاسب الناس على الصلاة يأتي العبد فينظر الله سبحانه وتعالى أنه مقصر في فروضه ناقص فروضه فيقول الله سبحانه وتعالى أليس لعبدي نوافل أليس لعبدي نوافل لو عنده نافلة تجبر نقص الصلاة تمين فينا ما عنده حتى لو كنتم تحافظ على الصلاة لكن يمكن الله سبحانه وتعالى ما تقبل منها إلا قليل فبهذه النوافل تجبر هذا النقص ومن النوافل خلونا نسترجعها مع بعض ونراجعها مع بعض ونستشعرها قيام الليل نافلة عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل الله أكبر وأيضا السنن الرواتب اللي علينا في اليوم الليلة نحافظ عليها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى إثنى عشر ركعة في اليوم الليلة بنى الله له بيتا في الجنة الله أكبر لما نقول بيت في الجنة بيت ما تقدر تتخيلها لأن كل شيء في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لك بيت إذا حافظت على السنن الرواتب وهي 12 12 ما تأخذ منك شيء ولا تأخذ منك وقت أبدا خلونا نراجحها مع بعض اثنين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر كم صاروا؟ صاروا ستة واثنين بعد الظهر صاروا ثمانية واثنين بعد المغرب صاروا عشرة واثنين بعد العشة صاروا اثنى عش اثنى عش ركعة من السنن الرواتب لك بيت في الجنة هذا هو الشكر الفعلي لنعمة الصلاة ترى أي نافلة؟ أي وقت تقدر تصلي؟ ما عد الوقت المنهي عنه؟ أي وقت تجبر في نكس هذه الفريضة؟ خلونا مع بعض فعلا في هذه النعمة نشكر الله سبحانه وتعالى بهذه النوافر الحمد لك يا رب وشكر الله سبحانه وتعالى بهذه النوافر نرفع ايدينا ونشكره النعمة زوالة إذا ما نحمد الله ونذكره وفي كل صلاة نرفع ايدينا نرفع ايدينا ونشكره نسمع نشوف وتسادناتك والوقوف ونقلوك مع الله مع الله تطمئن من كل خال الحمد لله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة